السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كيف كتشوفوا اليوم غادي نحتافل معاكم بالسنة الامازيغية الجديدة كنتمنا ندخل علينا وعليكم الصحة والسلامة وبكل كل كل ما تمنيت وتمنينا يا ربي ومرحبا بكم في قناة سعاد جودة ومن هاد المينبار كيف ما كتشوفوا فانا غادي نحتافل به بالمخامر او لبطبط فنبدأ على بركة الله نسبة العجينة غادي نحتاج نسكيله ديال الدقيق ملعقة صغيرة ديال الخميرة ديال العجينة والملحة والماء الدافئ صافي وغادي نجمع العجينة ديالي ان شاء الله تكون لينة وغادي ندير فيها قرية كبيرة وان شاء الله كيف ما قتلكم غادي نتلقاوا باش تشوفوا العجينة ملين عجنها هذا هو الشكل العجينة ديالي من اللي عجنتها كيف ما قتلكم بالماء الدافئ وبالمكونات اللي قلتلكم ركا تجي رطبة رائعة جدا فهاد المخامر بصراحة كيجي غزالين او للبطبط او للفطائر كل واحد كيشنو كيقول لهم فكيف ما قتلكم غادي نخلي شوية هاد العجينة ديالي ترتاح تقريبا لمدة خمسة دقيق وغادي نشدوها غادي نعملوا فيها كوريات هكا صغيرة على حسب الحجم اللي انتو بغيتوا بغيتوا كوريات اصغر من هكا او لابغيتوا كوريات يكونوا كبر شوية فلكم الاختيار فانا عملتهم على هاد الحجم هادا غادي نعمل الكوريات ديالي وغادي نخليهم يعني ما يعادل تقريبا خمسة دقيق ما نخليهم بزاف يخمروا غادي نخليهم خمسة دقيق غادي نشدوهم غادي نقرس وحدة وحدة بهاد الحجم هادا كيف كتشوفو غادي نقرس وحدة وحدة تتحصلوا على هادا الشكل راكي يجيو هائلين ما ترددوش باش نجربوا هاد المخامر او للفطائر وغادي نخليهم خمسة دقيق وغادي نمشيو للطهي فبالنسبة للطهي غادي ناخد المقلة ديالي غادي ندير فيها ما يعادل نصف كاس ديال الزيت وغادي نبدأ نطيب المخامر ديالي بهاد طريقة هادي وحدة تلو الأخرى انتو ما كتشوفو انا ديجارة غادي نشارك معاكم او واحد الجوجات كنقلبو من هاد جيها ومن هاد جيها حتى نحصلو على هاد اللون الدهبي هرا كي يجيو رائعين في حل سفنج تقريبا فانا بصراحة ديما كنديرهم في السنة الامازيغية كيعجبوني بزاف خصوصا بطريقة ستزيين انا غادي نقول لكم طريقة ستزيين كي قندير لها كيف كتشوفو ملي غادي الطيب لي في هاد الجيها غادي ندور هالجيها الثانية ملي غا نسالي وغادي ندوزو لتزيين فبخصوص تزيين غا نحتاج ما يعادل اربعة معالق ديال الزبدة عندي هنا البيض مسلوق على حساب العدد الافراد ديال العائلة وعندي هنا يا اقور ني يورفن اللي كنديروا معاه الزبدة فبخصوص الزبدة كيما قلت لكم خديت الزبدة زد عليها اللي هو الزعتر غا نخليهم حتى يطيبو وهذا هو الشكل نهائي ديال البطبود ديالي او ديال المخمر او الفطائر ركيجي رائع فانا اخديت ديك الزبدة من بعد ما دوبتها زيت عليها هادك اقور ني يورفن او لازم ميطا على حسب كل واحد شكي يقوليها وهدي الزبدة واحد اخرى فانا درت جوجات درت الزبدة تكون عادية قسمت الزبدة على جوج درت النص عادية في الصحن ونص تاني درتها مع هاد الدقيق ديال الزميطة او لازم ميطا او لازم ميطا وزينتها وكاب البيض والبيض الثاني درتوما بشورو حكيتو على البطبود ديالي او للفطائر او للمخمر ديالي فانا كنتمنا دي الشكل نهائي ينيل اعجاب ديالكم وكيف ما قلت لكم سنة امازيغية جديدة بصحة والسلامة يدخل علينا وعليكم الصحة والهنا وطول العمار وكل كل ما تمنيتو يا ربي اسقصة مباركي امينون بصحة والسلامة وكنتمنى هاد الوصفة نيل اعجاب ديالكم ما تترضدوش انكم تديروها فاركة ديجي رائعة جدا بهاد الزبدة وبهاد الزميطة بش خلطها هذا هو كانتمنى تكونوا بألف ألف خير وشنو بغيت نقول لكم بانو الزبدة من اللي دوبتها مع الزعتر خليتها تدبت كلها من بعد قدرتها في الصفاية باش ينزل لي يدوك الزعتر وحتف تغرب الزبدة بالنك هاد يد الزعتر وبخصوص زين كاللي كيدير حتى املو اولا كاللي كيدير زيت ارقان فعلى حسب انتينا المتواجد عندك في البيت فانا اللي كانت واجد عندي هو الزبدة ذاك الشي علاش دوبتها مع الزعتر وخليتها تدبت مزيان طلع لي الزبدة لفوق ونزل لي الزعتر لتحت ونديرها في ذاك صفاية ودرت النص درت تغير الزبدة بنك هاد الزعتر كيف كتشوفو والنص ثاني زيت عليه ذاك الدقيق ديال الزميطة ديالي اولا كنقلولي احنا بش الحالي هو اقر نيورفن وعندي البيض هنا يا يعني رتت زين كان بطريقة سهلة واللي متواجد عندك في البيت ويعني انا درت استدل البيضات عندك ثلاثة انا زينتهم هنا يا بهد الشوكة هادي وثلاثة الاخرينات درت هما بشورين اولا محكوكين على المخمر ديالي اولا البطبوط اولا الفطائر فكنت من هاد الوصفة تنيل اعجاب ديالكم فكيف كتشوفو راك يجيب مدق رائع خصوصا قدرت مع واحد البرد ديال اتاي و بواحد لبسة ديال لبسة الامازيغية راك كيجي هاد الشي كد تعيشي الاجواء فعلا ديال سنة الامازيغية ان شاء الله انطلقوا في فيديو جديد ودمتم في امان الله